في الولايات المتحدة أعلن رئيس الأمريكي المتخب دونالد ترامب أمس أن إيلون ماسك رئيس التنفيذي لشركتين تيسلا وسبايس إكس سيتولى وزارة الكفاءة الحكومية إلى جانب رجل العمال في فيك آرامسوامي موضحا أنهما سيمهدان الطريق أمام أو معا أمام الإدارة الجديدة لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة وكلات الفيدرالية وهو أمر ضروري لحركة إنقاذ أمريكا دائما على حد تعبير ترامب